بعد أن سمع عن زوجته حازم هلث حقائبه بغضب وغادر المنزل يخبر الجميع أنه ذاهب في رحلة عمل تخبر كمال زينب أن أختها بحاجة إليها وتأخذها بعيدا بالطبع لا يخبر النجم ما حدث لكنه يخبر أشياء أخرى صاحب المتجر يتحدث إلى هاليت المرأة تخفف كل شيء للرجل بالمال الذي تلقته من يلز تريد دفني الطموحة للغاية التحدث إلى أندر وإخباره بما حدث والعمل معا لكنها تغادر دون التعاون معه تمكن أندر من الذهاب إلى هاليت الذي يقيم في الفندق وقضاء الليل مع الرجل قائلا إنه سيدعمه ولكن عندما يسمع أشياء جيدة عن زوجته من صاحب المتجر يطلب منها الذهاب إيلندر الذي رأاه في غرفة الفندق في ذلك المساء من ناحية أخرى فإن ليهان مأخوذة بكلمات زينب وتتعب من عدم قدرتها على التعبير عن نفسها للفتاة وتقرر طرقها وشأنها يقول هذا أيضا إلى جيم أخرج مع هاكان في المساء هناك يلتقي حراء يطلب إرميلد إيميز من كمال العثور على مكتب ترحيبي له في مطعم أنيق سوف يجد الوظيفة على الفور ويأخذ يلدز بعيدا المرأة تبدأ العمل عندما يعطي كمال هذا الخبر إلى هاليت يغضب الرجل من الغضب ويذهب ويأخذ زوجته ويوبخها بلطف كما أنهم يقاتلون في المنزل لكنهم يعوضون في النهاية في الشركة يرى أمير ليلة ويبدأ الكتابة يذهب لتناول العشاء معا يرتب اندر هذه المرة اجتماعا بالصحبة رجل كان هاليت يشعر بالغيرة منه من قبل يلاحظ اندر الكهرباء بين كمال ودشرة هذه المرة تقدم زينب المصيحة إلى حراء التي تذهب لتناول القهوة لتناول العشاء دون أن تعلم أنها تقدم لأليهان هو يقول دعوة الرجل الذي ترغب في تناول العشاء معهم في المساء الجميع يأتي عندما يأتي آخر ليهان تنزعج زينب بشدة لأنها لا تعرف أن الرجل الذي تحبه هيرا هو ليهان لا تتوقع أن يأتي الرجل إلى هناك أيضا بعد التفكير طوال الليل قررت التحدث إلى عليهان وتذهب إلى منزل الرجل لكنها هناك ترى حراء نصف عارية وتصد يغضب إرميلد إنز من أن اندر يأتي إلى الشركة مرة أخرى عندما يذهب إلى الشركة يقوم اندر بإدخال احتيال متجر الكلمات فيه ويعتقد أن هاليت أخبره بذلك يخبر اندر هاليت أنه إذا أعطى الفتاة الكثير من المال فستغادر الفتاة يقول إنه بحاجة لرؤية هذا عند سماع هذه الأشياء أخبر كمال يلدز عن هذا الفخ الذي وضع له على حساب ترك الوظيفة يمزق دفتر حسبات الخاص به ويغادر قائلا إنه لا يريد إيداع خمس ملايين باسمه في البنك إنه يريد فقط مصلحته عندما يذهب إلى القصر يعانق يلدز كمال ويخبره أنه لا يريده أن يذهب ثم أثناء تقبيله يفتح شخص ما الباب كلاهما الذعر لأنها قد داهمت أمام النجم تفاجأ برؤية الرجل الذي تركه أمام زوجته منذ سنوات لكنه لم يستطع إخراج صوته أيضا تسببت خطوة قام بها لطرد كمال في انفتاحه بشكل أكبر على خالد بالمناسبة لقد لفتت إندر عين هاليت حقا وبدأت أيضا في جعل زوجها السابق يشعر بالغيرة ديسمبر سرعان ما جاءت ألعاب إندر هذه لتؤتي ثمارها وقض هو هاليت ليلة معا تعتقد النجمة أن زوجها الفقيرة يعمل بجد هاليت من ناحية أخرى يبتعد أكثر فأكثر عن زوجته الشبة بالمناسبة يلدز غير مرتاح للغاية لكونه من الأنف إلى الأنف مع كمال في أي لحظة ديسمبر يعيش هيران في خوف من ظهور الحقيقة وفالوقت نفسه سرعان ما أدركت زينب أن القرار الذي اتخذته لإقامة علاقة مع جيم لتجربتها كان خطأا ديسمبر لأنه يحب علي هان يحب جيم كصديق كشخص اليهان متأكد أيضا من أنه يحبها فهو يحاول إبعاد زينب عن هذا الخطأ بالمناسبة زينب من الصعب عليهم أيضا مقابلة ديسم لأنه يقيم في النجوم بسبب مشكلة في المنزل لذا فإن العذر جاهز وقد نال قسم النسيج الذي أنشأه اندر ضن هيكل شركة اليهان إشادة بدعوة من ليلة الترويج وجدت علي هان زينب وحدها في حمام النساء وحاولت التحدث معها قال كنت تعتقد أنك صديقتي واستاءت مني لذلك ذهبت وقلت نعم لسيم اعترف بذلك قالت زينب يؤسفني كثيرا يؤسفني كثيرا أنني ما زلت أحبت وقبلها عليها في ذلك الوقت رآهم زهرة في داخل كانت هناك صدمة كبيرة عندما أعلن جيم أن زينب وكان عشاق قالت زهرة صديقتك كانت تقبل عليها في المرحاض قبل خمس دقائق لقد ترك الجميع في حالة ذهول نظر جيم أولا إلى زينب ثم إلى عليها بعيون مستفسرة بينما يبحث أندر عن طرق لتقريب كمال من يلدس تتبادر إلى ذهنه فكرة يشمر عن سواعده لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ والتي ستلزم يلدس برؤية كمال كل يوم يلدس الذي لا يدرك ما سيحدث يعزز علاقته الحميمة مع دفني لقد دمر بعد أن لم تأتي زينب عليها إلى مكان الاجتماع على الرغم من أن عليها تريد أن تشرح نفسها إلا أن زينب لم تعد تؤمن إذا سمعت زينب أخبارا عن عليها فسوف يجبرها ذلك على اتخاذ قرارات أخرى على الرغم من أن زينب تريد الاتعاد عن عليها إلا أن عليها لا تسمح بذلك سيتحدث إلى زينب ويطلب منها فرصة أخرى تمكن من مفاجأة زينب مرة أخرى من فلال القيام بذلك بأسلوبه الفريد كالمعتاد بينما يتم تفتيك علاقة هاليت ويلدس يتورط يلدس في فضيحة جديدة وهناك توتر في المنزل مرة أخرى بينما يبدأ إندر في الاعتقاد بأنه لا يستطيع فصل يلدس هاليت ويصبح يائسا تتغير فكرته بالكامل مع الضيف غير المتوقع الذي يأتي إلى منزله الحظ في جانب إندر هذه المرة بينما كان مندهشا من أن زينب عليها نشترت المكان الذي تعمل فيه أصدر قرارا لنفسه بعدم التواجد معها مرة أخرى من الآن فصاعدا لن يكون بالقرب من أليهان لدينا ممنوع أبل معلومات الفيديو قد انتهت هنا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات ترجمة نانسي قنقر